تنفيذا لتوجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج بتلقي أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا الراغبين في الدراسة بمصر وأوضحت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم أن تسلم وفحص الأوراق قد بدأ اليوم بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية مضيفة أن ذلك الإجراء سيتم يوميا ما عدى يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين